ومن الجزائر ينضم إلينا موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية سيد موسى رئيس أركان وجه دعوة اليوم للجميع للبدء في الإجراءات التنظيمية لانتخابات الرئاسية بمنتصف سبتمبر من سيستجيب لهذه الدعوة؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم في واقع الأمر أن سيد قيد الأركان الجيش الوطني الشعبي المجاهد سي قيد سلح أظن بأنه دعوة التي كان من المفروض أن لا يقوم بها هو وإنما كان يكون أجدر أن يكون رئيس الدولة هو الذي يقوم بهذه الدولة بهذا الخطاب وهو الذي يقوم بالإعلان على نية استدعاء الهيئة الناخبة وهذا شيء لا أعتقد بأنه يخدم المصلحة شخص رئي قيد الأركان وهذا ما يمكن أن ينعكس بأن هناك تخوف من الأسيان المدني الذي أصبح يدعو له الكثير من المتظاهرين أو الحراك فهذا يعني أن هناك نريد أن نستبق الحدث قبل أن يكون هذا الأسيان وبالتالي فالأسيان هو لا يخدم الجزائر ولا يخدم الجزائريين وكذلك الذهاب بالارتجالية للانتخابات الرئاسية دون أن نضع رزنما قانونية وإعطاء وضوح شفافة والذهاب إلى الانتخابات الإلكترونية بدل من أن نخوض هذه الانتخابات الأركيكية كما تعودنا ونقول للجميع ثق فينا فهذا يعني أننا نطلب المستحيل من الشعب أن يثق في هذه الانتخابات ولكن سيد موسى اليوم بات لدينا دعوة من سيد رئيسي أركان من سيستجيب لهذه الدعوة في البدء في إجراءات تنظيمية للانتخابات الرئاسية؟ أظن سوف تبدأ الإدارة تهرول ومثل ما هو الحال بالنسبة للجنة التشاور التي نصبت فهي لحد اليوم تقوم بمهرجانات تشاورية وليس بتشاور له ضمنات لماذا تعطي هذه اللجنة ومن نصب هذه اللجنة ومن زكى هذه اللجنة التي تقوم به ألم تلتقيق هذه اللجنة سيد موسى في حزب الجبهة الوطنية؟ لا رسلتنا ورفضنا التشاور معها لأننا لا سلطة لها ولا معنى لها فهي عبارة على تشاور ولكن تشاور ماذا تستطيع أن تقدم هذه اللجنة؟ هي تشاورت مع 30 حزبا بالمناسبة ما هي الضمنات؟ كيف؟ هي تشاورت مع 30 حزبا بالمناسبة تشاور؟ ولكن هذه الأحزاب عودتنا في الانتخابات أنها تميل إلى الحاكم لا تميل إلى الشارع ولا تميل إلى سلطة الشعب فهي تريد أن تذهب إلى حصاد حصاد الريع الذي يوزع من طرف التزوير أو عن طريق التزوير فهذا مشكلة آخر وهذه الأحزاب هي معروفة لدى العام والخاص أشكرك سيد موسى تواتي لا تمثل شريحة عميقة في الجزائريين كنت معنا من الجزائر العاصمة فشكرا لك اشتركوا في القناة